طيب هنروح لكرة السلة سيدات الحمد لله يبدو ان كابتن طريق خير عندما جاء الى الفريق خلف اللي كابتن عليه هاشم المحترم اللي فاز ببطولات كثيرة يمكن تغيير الدماء بيبقى ساعات مطلوب الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز في دوق نصف النهائي على هليوبلس بنتيجة 92-82 فريق هليوبلس العنيد المطش كانت لعب مبالح على صالة برج العرب بمدينة اسكندرية وبيزن للمطش اللي جاي يوم الخميس على نفس الصالة وفي حالة فوزنا هنضمن الصهود للنهائي بيست أوف ثري ليس فايف اللي بيكسب مطشين في البلاد بتأهل ديها بمحترفتنا اللي قدت اداء كبير جدا ولوكاس عملت مطش رائع بقالها فترة بعيدة 26 نقطة ناديني السلعاوي 21 نقطة مباراة رائعة نتمنى الثبات لفرقتنا على هذا المستوى يبدو ان كابتن طارق خيري جاء ولن يتنازل عن الدوري واحنا وراك كابتن طارق وهو ده النادي الاهلي ونسبة كابتن علي هاشم بنسبة كبيرة جدا هتولى تدريب نادي الطيران ولادي النادي الاهلي موجودين في اي وقت وفي كل المكان وعلى استعداد لخطة النادي الاهلي ولكن عندما بيخرجوا من النادي الاهلي ودي سنة الحياة بيخرجوا من الباب الكبير وهو ده الكلام اللي انا بقوله كابتن علي هاشم شعر وحن هنا بنحييه من حقيقة يا كابتن علي ومش هننسى انجازاتك عندما شعر ان التغيير مطلوب من نفسه انسحب وهو ده وهم دول ولادي النادي الاهلي يعني دايما بيبقى عندهم مصلحة النادي الاهلي فوق كل اعتبار وعندما يكتهد مدرب ولم يعني يوفق مع نادي الأهلي له مننا كل الاحترام لأن هو كان نيته وكان مجهوده وكان عطائه هو عايز يرفع اسم نادي الأهلي ما فيش شك هم دول لدينا دي الأهلي كل التوفيق لكابتن تاريخ خيري ونتمنى التوفيق أيضا لكابتن علي هاشا